اهلا وسهلا فيكم من جديد كيف منستخدم الانترنت والتطبيقات الالكترونية للتخطيط لإجازة الصيف هو موضوعنا مع السيدة هناء الرملي استشارية في مجال ثقافة الانترنت كيف حالك سيد هناء؟ الحمد لله تمام اشتقى لك وصباح الخير لك وعلى كل المشاهدين والفريق الرائع يسعد صباحك نحن ن بدنا نحكي عن إيجابيات الانترنت اليوم يعني احنا كتير اوقات كننا لما نحكي عنوياكي نحكي اوقات عن اشياء سلبية اشياء لازم ظواهر من الاشياء اللي نشوفها دائما في أسرنا ولكن هالمرة بدنا نحكي عن اشياء إيجابية لما انو احنا جايين على الصيف رح يكون في عطلة صيفية كيف منقدر نستخدم الانترنت وهت طبيقات المجانية اللي حكيتين لنا عنها قبل شوي لنخطط لعطلتنا الصيفية في البداية إحنا ببداية إجازة الصيف وكل الناس بدأت تخطط وين تروح اللي عندهم مقدرة يسافروا بالخارج أو رحلات داخلية المهم الإنترنت أداية بتتيح لنا إحنا كمستخدمين من إيجابيات ومعلومات بتخلينا نوفر جهد ونوفر وقت ونوفر حتى مادة لو إحنا عرفنا نستخدمها صح في رحلاتنا سواء سياحية أو رحلات العمل بالبداية إحنا نكون محددين مثلاً البلد اللي إحنا بدنا نروح لنسافر لها حلو كتير نعمل سورش عنها في محركات البحث نشوف نتعرف على المعالم السياحية المشهورة والغير مشهورة هاي أول شي طبعاً كل الناس بتاخد هذا الإجراء أول ما تخططت تسافر أول إشي مرحلة خلينا نروح لهم أول إشي اختيار البلد أنا فرضاً قررت البلد لفلاني أنا بدي مثلاً أسافر على خلينا نقول على المغرب مثلاً يعني على سبيل المثال كيف ننبلش نشتغل على هذا الأساس؟ البحث عن المعالم السياحية في هاي البلد عن المدن المهمة اللي مناسب وحلو أن نسافر لها أيضاً كتير مهم أنه نبحث ونستفيد من محركات البحث في مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك خصوصاً هلأ محرك البحث أصبح فعال أكتر وتويتر والهاشتاغ الخاص بالمدينة والبلد حيعطينا المعلومات الحديثة يعني إحنا في زمن في متغيرات متسارعة فالحلو أنه مش بس نقرأ عن المدينة أو عن البلد لأ نقرأ عن أخبارها حلو نعمل سرش في جوجل نيوز خدمة اللي بيقدمها جوجل في أخبار جوجل أنه نشوف شو أخبار هاي البلد نحط الكيورد اسم المدينة أو اسم البلد أو اسم المعلم السياحي اللي إحنا حابين نزوره هيك نحن بنتطمن شوي أنه الوضع تمام وكل شيء أمورنا تمام هذا في مرحلة هذا خترنا البلد هلأ ليس إلى المرحلة الثانية خترنا وخلص خررنا بلد معينة هلأ بدنا نحجز كيف بدنا نحجز مثلاً القتلات كيف بدنا نحجز الطيران أنت تعرف هاي كل هاي إشياء يعني أساسية خاصة إذا بلد بدها طيران وطبعاً مدام أنا بدي أقضي كم يوم إذن أنا كمان بدي فندق برضو أنام فيه في نقطة هايك بحب أحكيها كمان في مرحلة التخطيط للسفر حلو نبحث عن ثقافة شعب البلد اللي إحنا مسافرين لإله نتعرف على معتقدات الدينية ونناقش هذا الموضوع مع العيلة مع أولادنا وبناتنا بشكل عشان ما يصير أي نوع من إخلال بثقافة هذا الشعب أو يعني وكل الواحد حاريس ممكن كلمة الواحد يحكيها تأثر باللي رح يحكي قدامه صحيح إحترام ثقافات الشعوب مهم كتير وحلو نوعي أولادنا لهذا الموضوع لما نبدأ بدنا نخطط ونحجز خلاص خططتنا وقررنا بدنا نحجز سواء في مواقع معروفة للحجز عبر الإنترنت سواء حجز الفندق أو حجز تذاكر الطيران كتير حلو إنه إذا إحنا نعرف نقطة مهمة في موضوع حجز التذاكر إنه قبل بوقت بتكون التذاكر بسعر مخفض وبيكون في عروض خاصة عليها قبل بوقتي من هذه العروض وهذه الخدمة اللي بتحلها الإنترنت إنه نتعرف بشكل إنه up to date بوقتها إنه التذاكر في هاي البلد في هاي شركة الطيران أصبحت مخفضة الموضوع بيعتمد حسب قد أنت متحمس أو بدك تضمن مواعد سفرك يعني إذا بدك تضمن مواعد سفرك بدك تحجز على كل الأحوال إذا الموضوع مفتوح معك إنه ممكن يتأجل شوي فممكن تعتمد فكرة العروض الخاصة اللي بتقدمها مواقع اللي بتحجز من خلالها تذكرت الطيران نفس الشي بيعتمد برضو على حجز الفنادق إذا الواحد بده يحجز بفندق لما بده يسافر أيضا فيه حجز مسبق قبل بمدة طويلة بيكون مخفض وفيه إلهم حتى حسب البلد في الأعياد والمناسبات الرسمية بتغلى الأوتلات الفنادق ومراتب تنزل مخفضة مثلا بعد عطلة نهاية الأسبوع لهذه البلد فكتير حلو نتعرف على هاي النقاط مش كتير ناس بتقدر يتميز هاي الفكرة قديهم ممكن يوفروا حتى نصف قيمة الحجز بالفندق تمام نفس الحكي اللي حكيت عن تذاكر الطيران إنه ممكن حجز الغرفة قبل بيوم تنزل بشكل مخفض لما يكون فيه عندهم غرف متاحة وبدها من زبائن هايك الواحد كيف يحجز يعرف يعني إنه يحجز قبل بوقت ولا إنه يحسن يستنى برأيك هو الواحد ما بدي يخطط للسفر وخلص قرر مدة زمنية معينة يخلو إنه يراجع هذا الموقع أكتر من مرة بأوقات مختلفة يضل متابع يعني إيش عم بيسير وفيه نقطة مهمة كمان إنه مواقع الحجز التذاكر والفنادق يفضل إنه لما بالبرنامج التصفح إنك تمسح الكوكيز لأنه هو الموقع بيدرك إنه أنت زورت الموقع مرة ومرتين وثلاثة فكل مرة تمسح الكوكيز اللي في البرنامج البراوزينج اللي تصفح أو تستخدم برنامج تصفح آخر أو من جهاز آخر حسب إنت إيش من نسبة لأيك أسهل هاي ترك يعني أيو هاي ترك من مرة أول والأمور اللي حلو الناس تعرفها يعني هي نقاط أنا بحكي من تجربتي الشخصية على فكرة يعني أنا مش بحكي بس مجرد إنه باحثة وقارئة بهذا الموضوع هي تجربتي الشخصية كمان كتير فكرة إنه نعرف خرائط المدينة أو البلد اللي بدنا نوصل لها إحنا في عنا ميزة كتير كتير مهمة ومتاحة مجانا على الانترنت اللي هو التطبيق وموجود أيضا كموقع جوجل جوجل ماب طبعا خلينا نحكي عن هاي التطبيقات نتحدث أكتر عن التطبيقات المشهورة اللي ممكن نحنا يعني تفيدنا في مجال سفرنا وتخطيطنا أيضا لعطلاتنا جوجل ماب أنا بانصح كل الناس تستخدمه هو تطبيق مجاني من جوجل وملايين ملايين اللي بيستخدموا لدرجة إنه إذا الواحد يستخدمه مرة أو مرتين بيسفره ببطل يتوقع أو يعني يصدق إنه كيف هو كان يسافر قبل هيك من غير جوجل ماب جوجل ماب إيش بيأمن مزايا إنه بيعطيكي كل الأماكن اللي أنتي بدك تسافري لها أو تروحي لها سواء إذا كنت إنتي بالأوتيل المطاعم اللي حواليكي وكمان المعالم السياحية القريبة إضافة لأنه من جوجل ماب لما بتحددي عبد شغلي الجي بي أس والإنترنت على الموبايل أو على التابلت بتقدري يتحددي الخريطة بالضبط الطريق مسار السيارة اللي بدي وصلك من مكان لمكان إضافة إذا أنت حاب تمشي بيعطيكي خيارات ماشي بالسيارة بالمترو بالباص الوقت حتى بدول أمريكا وكندا بيعطي بالضبط تفاصيل رقم الحافلة ساعة انطلاقها يعني بتبقى في خيارات وابشنز أكتر بس بالدول العربية دول الخليج ده حديدة أنا استفدت منها آخر سفرة لإلي حتى إنه لو التاكسي غلط ودخل دخلي غلط مش هو الطريق يعني أنا كنت بشح للتاكسي كيف يوصل أنا الغريبة عن البلد قدرت أروح كل الأماكن اللي أنا بدي إياها بزهولة وأقصر وقت وأقصر طريق إذا التاكسي دخل بطريقة تعني فورا جوجل ماب بيعطيني أنه الطريق الأقصر حتى لو أنا غلطت ودخل دخلي بيعطيني طريق تعني بديل أقصر لا يقدر الواحد يوصل للمكان اللي هو ويوصله يحدد له المدة الزمنية فبتقدر حسب الواحد ميزانيته التاكسي قديش بتي يدفع بيقدر يحدد مثلا أنه مكاني بأييد لا بيختار مكاني الأقراب لأنه طبعا بالسفر كتير بتبقى فيه تكاليف كتير وترتبات كتير طبعا مية بالمية طب ننتقل هلأ أستهناء لنحكي عن اللغة كتير من الأشخاص بيسافروا على بلاد أو بتجنبوا خلينا نقولي سافروا على بلاد لأنه هم ما بيتقنوا فرضا لغة معينة أو حتى ممكن يروح لبلد معروف أنه فيه أوقات ما بيتقنوا اللغة اللي هو بتقنها يعني بصير تضارب بهذا الموضوع كيف ممكن يستفيدوا من التطبيقات هاي في موضوع اللغة بالنسبة للغة جوجل أيضا هي خدمات جوجل كلامجانية ونعرفها جوجل ترانسليت جوجل ترانسليت أصبح إضافة لأنه هو موقع بيقدم خدمات الترجمة وللغات ألاف اللغات بالعالم هو أيضا بتطبيق على الموبايل إحنا ممكن ننازلو على أجهزتنا بشكل إنه تقدري تدخلي العبارة اللي بدك تقوليها صوتيا وتترجم لك ياها وتقرأيها صوتيا يعني قرأ لك ياها صوتيا أيضا فيه ميزة جديدة جوجل ترانسليت وهي كتير حلو إنه إذا استخدمناها لو لافتة أو لاحت مطعم ممكن إنت إذا صورتيها يعطيكي تصوير لائحة اسم الشارع مثلا أو اسم مكان أو يعني أي عبارات بلغة أجنبية بيتعرف عليه وبيعطيكي ترجم للعربي فورا أو للغة الإنجليزية فهي مزايا جديدة عم بيتيحها جوجل ترانسليت وحتى لو كنتي مش أونلاين يعني جوجل ترانسليت بتنازليه هو بيترجم لك حتى لو ما في إنترنت في الجهاز مزبط كتير يعني كتير فزيع هلأ بدنا نحكي لا فيه نقاط هيك بحب أحكي فيها قبل ما يخلص الوقت لأنه كتير فيه نقاط حلوة بحب الناس تعرفها فيه أبليكيشن اسمه TripAdvisor موجود مجاناً وبيستخدمه الملايين الفكرة أنه منه كمان لكل بلد فيه إلو أبليكيشن خاص فيه حتى لنا عمان فيه أبليكيشن خاص بعمان TripAdvisor بيعطيكي كل الأطلاعات اللي قريبة منك كل المطاعم الأماكن السياحية أماكن التسليه والترفيه أي شركة أنت بدك تحطيها كمان حلو أنه بيعطيكي Reviews هاي موضوع Reviews أو مراجعات باللغة العربية المراجعات مهم كتير أنه نعرف المراجعات الزبائن ومستخدمين أن زوار هاي المطاعم أو الأطلاعات حتى قبل ما نحجز هاي نقطة كتير مهمة بحجز الفنادق بالأول أنه نقرأ مراجعات Reviews اللي بكتبوها الناس من تجاربهم رأي ناس الوقتال بتقييم الناس لهذه الخدمة سواء فندق أو مطعم أو أي مكان ترفيه طيب سيد هنا إحنا سؤالنا اليوم سؤالنا سؤال شارك متعلق بوضوع الإجازات الصيفية والعطلات والحجوزات فسؤالنا كان اليوم كيف منخطط لقضاء العطلة الصيفية الجواب الأول هو عن طريق مكتب سياحي وأخذ هون كانت نسبته 40% أما الجواب الثاني البحث عن الإنترنت أو البحث عبر الإنترنت فأخذ 60% زي ما أنتم عم تشوفوا على الشاشة هنالك شو رأيك بهذه النسبة هي النسبة مبدئية من صحيحة توقع هيك نسبة من الأغلب مكاتب أنت برأيك؟ أكتر سوريا الإنترنت لأنه هي نسبة حديد مع الوقت لأن الناس لا يوجد كثير ثقة بإن تستخدم الفيزا كارت بالحجز أو الأمور المالية متخوفة مع أنه يعني كل العالم يعني بلاد العالم خلص من أكتر من عشر سنين وهم بيستخدموا الموضوع وأصبح يعني إذا الواحد فيه طبعا طرق آمنة لاستخدام الشراء أو الحجوزات في عبر الإنترنت بيصير أشهر وأضمن خلينا نحكي صحيح صحيح طبعا ما بدنا نقتع برزق شركات السياحة طبعا أكيد ما هذا اللي بدأ أقول لك يا طبعا فالموضوع بيعتمد بقى حسب هو الشخص كيف يفضله وكيف برتاح أكيد مية بالمية دي أشكر وجودك معنا أكيد من أتمنى لكل اللي بتابعونا يعني عطلة صيفية جميلة جدا سواء عبر المكاتب السياحية أو عبر الإنترنت دي أشكر وجودك معنا ستهانا إرالي إن شاء الله جاز السعيدة للجميع وبالتوفيق بالامتحانات لكل طبعا إن شاء الله شكرا أهلا وسهلا فيك